المملكة العربية السعودية تستمر في هجماتها وضرباتها الموجعة للأذرع الإيرانية المتمثلة بالحوثيين وكان هناك تطور مهم جدا جرى يوم أمس ولكي نفهم القضية وما جرى على الأراضي اليمنية بشكل مباشر هنا كما تلاحظون هي الأراضي الإيرانية في هذه النقطة هذه النقطة هي تمثل محافظة مأرب وهذه النقطة تمثل محافظة الجوف وهذه هي صنعاء وبالتالي مناطق السيطرة بشكل تقريبي هي تأتي بهذا الشكل تقريبا بهذا الاتجاه هي سيطرة الحكومة الشرعية الإيرانية وجبهة المقاومة الشعبية وبهذا الاتجاه تأتي سيطرة الحوثيين وسيطرتهم طبعا على صنعاء بالتالي مأرب هي تعتبر من المناطق والجبهات المشتعلة بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك بأن الجوف الآن هي أيضا منطقة اشتباكات عالية جدا وفيها تصعيد عالي للغاية في الفترة الأخيرة دعونا بداية نذهب إلى الجوف ثم نتوجه إلى مأرب ولكن لنفهم في البداية ما هي الغاية الاستراتيجية من الجوف ولماذا الحوثيون يهاجمونها أيضا بشكل تصعيدي متزامنة مع مأرب الآن بالنسبة لهذه المناطق التي ترونها بهذا الشكل المناطق الملونة هي كلها عبارة عن اليمن ولكن باللون الأزرق هي تأتي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي باللون الأحمر هذه هي الجوف التي ترونها وهذه هي محافظة مأرب بالنسبة للحوثيين لديهم هدف واضح جدا دعنا نسيطر على الجوف دعنا نزيد الضغط على محافظة مأرب ونفتح عليها محاور جديدة بهذه الاتجاهات بهذا الشكل وبالتالي من أجل أن نسقط مأرب وبعدها نضع الحكومة الشرعية في حرج كبير للغاية بالإضافة إلى ذلك توسيع الجبهة مع المملكة العربية السعودية من أجل الضغط بشكل أعلى عليها بهذا الشكل دعونا الآن ندخل إلى محافظة الجوف ونرى أكثر المناطق التي تحدث فيها الجبهة الحقيقية في الجوف التي تجري فيها المعارك بهذا الشكل ولكي نرى ونفهم بداية بأن الحوثيين بالنسبة لهم هذه المنطقة التي تجري فيها المعارك ومسألة الكر والفر بين الطرفين المناطق الجبلية هنا هي كلها عبارة عن مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وبالنسبة للحوثيين يعني هنا على سبيل المثال هنا جبل عيينة وهنا جبل السليلة وهنا جبل اسمه حبش وهنا جبل قشعان بهذا الاتجاه وسيطرة الحوثيين تأتي بهذا الشكل وهذه المنطقة التي ترونها بهذا الاتجاه التي تأتي في منخفض من هذه الجبال التي تحدثنا عنها هي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية الجمعة الماضية كانت هناك مفاجأة كبيرة جدا بعدما الحكومة الشرعية كانت تهاجم الحوثيين على مستوى هذه الجبال جاءوا الحوثيون ليتقدموا بشكل كبير بهذا الاتجاه وبهذه الاتجاهات ليسيطروا على صحراء اليتم بهذه النقطة وبعدها سيطروا على جبل الجعيد ويتقدمون بهذا الشكل ليسيطروا على قرية اليتم واستمروا بهذا التقدم حتى وصلوا إلى هذا الجبل اللي هو جبل داب بهذا الشكل وأصبح نقطة تماس وقطعوا حتى طريق مهم يمر إلى المملكة العربية السعودية سيطروا عليه بالتمام والكمال وبالتالي أصبحت الحكومة الشرعية على التماس مع هذه القوات الحوثية بشكل كبير للغاية بهذه الاتجاهات ولكن المملكة العربية السعودية لم تقف ساكتة على ما جرى أبدا بل إنها اتخذت عددا من الإجراءات وقامت المملكة العربية السعودية مباشرة عن طريق قوة نجران بإلقاء القبض على عدد من القيادات الموجودين في الحكومة الشرعية من حرس الحدود ومن القيادات الميدانية واتهموهم بالتواصل مع الحوثيين وأنهم سبب في التواطئ مع الحوثيين من أجل أن يتقدم الحوثيون بهذا الشكل وبالتالي كان حدثا كبيرا للغاية وبعد ذلك تلاها الهجمات السريعة التي تمت من المملكة العربية السعودية بالغارات المكثفة التي تمت على الحوثيون بشكل رسمي ما هو مذكور فقط من الهجمات السعودية بالطائرات السعودية أدت إلى مقتل 45 من الحوثيين بالإضافة إلى 5 دوريات للحوثيين وتدمير كذلك مدفعين من عيار 23 وأيضا تقدم كبير من الحكومة الشرعية إلى يوم أمس بالأنباء الرسمية تحدثت السيطرة على قرية اليتمة التي ترونها هنا وكذلك استعادة السيطرة على جبل آل جعيد وصحراء اليتمة واستمروا بالتقدم بهذا الشكل ليوصلوا الحوثيون ويعيدونهم إلى الجبال بهذه الاتجاهات مرة ثانية وعادت المعركة إلى هذه المنطقة بهذا الشكل تعلم من الدرس بشكل كبير ولكن كذلك كر وفر نتحدث عنه بالتالي الجوف تدخل ككماشة جديدة للحوثيين الآن فيها استنزاف كبير جدا والأرقام في تصاعد حتى هذه اللحظة وقبل دقائق من بداية هذا البرنامج أما إذا ما توجهنا إلى مأربة الآن لنعرف ما الذي يجري في هذه الجبهة الملتهبة قد تكون هذه الجبهة هي الأخطر والأكبر الآن بالنسبة للحوثيون الآن ما قاموا به هم يحاولون بالبداية جب أن نفهم بأن هذه هي مأرب أمامكم بهذا الاتجاه هم يحاولون السيطرة على هذا الجبل اللي هو جبل البلغ الشرقي والسيطرة على هذا الجبل الآخر البلغ الأوسط وبعدها التوجه مباشرة إلى مأرب الآن بالنسبة للحوثيون وصلوا إلى هذه النقطة في منتصف جبل البلغ الشرقي وهذه المنطقة تعتبر هي منطقة شبكات الاتصال بل أنهم وصلوا أيضا إلى النقعة السفلة هذه منطقة اسمها النقعة السفلة هنا في هذا الاتجاه وكذلك كانت هناك أنباء بين الحوثيون يتقدمون أيضا على هذه النقطة المتمثلة بمنطقة اسمها الروضة وهي تبع تقريبا كيلو نصف أو كيلوين من هذه النقطة الأمنية المهمة بين جبلين اللي هي نقطة الفلج وهذه طبعا أيضا تفتح الباب للتقدم إلى الفلج تفتح الباب أيضا للتقدم على البلغ الأوسط للسيطرة عليه وبعدها التقدم إلى منطقة اسمها الظلمة بهذا الاتجاه ومن ثم على مسافة أقل من 10 كيلو مترات للإقضاظ على مأرب بشكل مباشر وأحراج الحكومة الشرعية ولكن المملكة العربية السعودية حاضرة من جديد بتسعة عشر غارة أدت إلى إسقاط ضحايا وقتل كثيرين من ميليشيات الحوثيين نتحدث فقط من هذه الغارات مئة من الحوثيين قتلوا مباشرة وكذلك أربعة عشر عجلة دمرت بالنسبة إليهم ضربت هذه الصحراء صحراء العرف التي يتقدمون منها بهذا الشكل ضرب هذا الجبل بشكل عالي للغاية وأيضا بالنسبة للقوات الحكومية الشرعية والمقاومة الشعبية استطاعوا من فرض سيطرتهم من جديد على هذه المناطق والضغط على الحوثيين بل إنهم يتقدمون بعض الأنباء تتحدث على مستوى صحراء العرف بالتالي الموضوع تحول إلى أن الحكومة الشرعية هي بدأت تهجوم ولكن هذا لا يعني الكثير ولا يعني بأن المعركة انتهت بل إن المعركة لا زالت خطيرة والحوثيون ممكن جدا لا زالت لديهم إمكانية الطائرات المسيرة لا زالت لديهم إمكانية الصواريخ الباليستية لذلك هذه المنطقة لا زالت ملتهبة للغاية ولكن في نهاية المطاف الأمور لحد الآن مؤمنة بالنسبة لمأرب ومسيطرة عليها على مستوى البلغ الشرقي والبلغ الأوسط وهنا السؤال الذي يطرح كيف لهذه الأمور واحتدام هذه المعارك كيف للدبلوماسية أن تحل هذه المشكلة الآن بالنسبة للمملكة العربية السعودية واليمن بشكل عام كيف سيتواصلون وكيف سينهون هذه القضية مؤخرا ما جرى في الداخل اليمني مع هذا الرجل وهو السفير الإيراني لدى الحوثيين وهو حسن إيرلو كانت هناك تضارب للقصص حول هذا الرجل قيل بأنه أصيب بكورونا ويريدون نقله إلى طهران ونقلوه فعلا إلى طهران بتعاون عدد من الدول الإقليمية الموجودة ولكن المثير أن الوالس تريد جيرنال سربت قضية مثيرة للغاية توضح بأن الحوثيين نوعا ما منفصلون عن الإيرانيين وقد تعقد المشهد الدبلوماسي لنرى ماذا قالته هنا الوالس تريد جيرنال حول هذه القضية مسؤولون إقليميون هم الذين سربوا هذا الأمر الحوثيون وجدوا أن السفير الإيراني بات مشكلة سياسية تزيد الأعباء على كاهل الجماعة بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن والذي بات يعزز التصور بأن الحوثيين يستجيبون لإيران وأضافوا أيضا الحوثيون لن يستقبلوا بديلا للسفير الإيراني في حال مغادرته هذه تعقد فعلا من مسألة التواصل على إنهاء الأزمة اليمنية على كل المستويات وبالتالي تضع شرخا كبيرا بين الحوثيين والإيرانيين ننتظر من الذي سيجري ولكن ما يجري في الداخل الإيراني هو أكبر من هذه القضايا واضح أن الإيرانيون الآن مشغولين بقضايا داخلية مهمة جدا وما جرى مع مفاعل بو شهر يوم أمس توقف بشكل مفاجئ أقدم مفاعل نووي وهو مطل على الخليج العربي ويعتبر نقطة خطيرة جدا على الخليج وعلى الدول التي هي مطلة على الخليج من الجهة الأخرى من الدول العربية كون أن هذا مفاعل نووي ممكن أن يؤدي إلى كثير من المشاكل توقف فجأة بل وأن من الصباح الباكر كانت هناك من فجر هذا اليوم كانت هناك فجأة المضادات الجوية في مفاعل بو شهر عملت بهذا الشكل الذي تشاهدونه في الساعة الخامسة فجرا وقالت الأنباء الرسمية الإيرانية بأن هذا هو عبارة عن تدريب فقط لمحاولة تفادي أي هجم ممكن أن تحدث ضد المفاعلات النووية ولكن كون أن هذا التدريب العسكري فوق مفاعل نووي وفي الساعة الخامسة فجرا والناس لا تعرف وأفزع الناس بهذا الشكل وصوروه على الأقل بهذه الطريقة جعل الناس تشك مرة ثانية بأننا قد نكون أمام هجوم هجوم تعرض له مفاعل بو شهر النووي خاصة وأنه يأتي بعد قضية صارت مشابهة بداية هذا الشهر مع مفاعل نتنز النووي الذي أيضا على بعد 20 كيلو متر من المفاعل المضادات الجوية عملت أيضا ليلا وقامت بضرب وإطلاقات وسمع انفجارين على الأقل من الناس هزت سماء منشأت نتنز النووية وبعدها في الصباح الباكر شهدت هذه الطائرة المسيرة التي فيما بعد سرب عنها بأن هذه الطائرة المسيرة تحديدا قامت بمراقبة منشأت نتنز النووية لمدة 40 دقيقة والمضادات الجوية الإيرانية تحديدا الأستري هندرد الروسية لم تتمكن من اصطيادها بسبب أن الروس لم يقدم كل المستلزمات الكاملة للمضادات الجوية الإيرانية فبالتالي هناك مشكلة حقيقية تجري على مستوى المفاعلات النووية بالإضافة إلى المفاوضات النووية وتراشق الاتهامات واستمرار هذا الأمر وصعوبته بين إيران والأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية والقلق من فشل هذه المفاوضات بل أن الأوساط الأمريكية بدأت تتحدث بأن على بايدن أن يغير سياسته مع إيران لأن إيران بدأت تتمادى بسبب أنها تجد مخارجا اقتصادية وبايدن لا يعاقبها بالشكل المطلوب وهذا ما قالته الناشنال انترست على هذا الأساس إدارة بايدن مطالبة بأن تعمل على تغيير هذا الوضع من خلال الشروع في حملة ضغط قصوى جديدة باستخدام كل عناصر القوى الأمريكية من أجل فرض ضغوط حقيقية على النظام الإيراني الذي قد يقنعه التحسن في الاقتصاد الإيراني من دون إحياء الاتفاق النووي بالتحول إلى قوة نووية وهذا ما جعل الأتالنتيك كانسل يوم أمس أن تؤكد بأن 2022 ستكون سنة مليئة بالمصاعب على الجميع وعلى بايدن أن يجهز نفسه لما هو قادم في عام 2022 من مصاعب مع إيران ومن مصاعب حقيقة على مستوى الدول الأخرى حتى على مستوى روسيا وقضية أوكراني وحتى على مستوى التحدي مع الصين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر